ياهلاً وسهلاً تنقض جماعتك من كمين ويشهد لك العدو قبل الصديق ببطولتك وشجاعتك وممكن تكون بنفس الاسم وتطبل طول حياتك للقدافي ولما يموت تحول التطبيل لحفتر وترقص له وتغنيله وقريب حتى تقول عليه شريف ولا راجل لا قدر الله وبعد عملية الكتح المبين وطريحة حفتر وميليشياتها اللي كنت تزغرته لهم على أسوار طرابلس تتحول بقدرة قادر إلى مطبل للسراج اللي كان قبلها في نظرك ما يعرفش يخدم وهو سبب الأزمة ممكن ولدك يبعد تهديدات لصحفيين وناشطين عادي هذا ما يمنعش لو كان عندك علاقات انك تكون صاحب منصب كبير في ليبيا في فبراير الحرة اللي ماتوا علي خطرها تريس التريس اللي انت وأمثالك كنت تسمي فيهم جرذان وكلاب ضالة بلادنا بلاد علاقات وتلخبيط من الأخير تقدر تجيب مرتزقة فاغنر وجنجويد وتجيب منظومات بانستر وصواريخت تكسكس صرفة الملاحة وحيلك واخو وباب بنغشير ومانبيش نحكي عالخلة وعينزارة والقصر تقدر تدير العار هذا كله وبعدين يطلع نائب في المجلس الرئاسي اسمه أحمد معتيق بدون ذكر أسماء ويقول لـ احنا بندفع ثمن المرتزقة والبانسترو الصواريخ واللي أحرف منه اللي قاعدين يجتمع مع جماعة حفتر في بوزنيقة ومصر وسويسرا ويقولوا حفتر خارج المشهد هادو زي جمعت بجرة قلم كله ضحك عدقون وحفتر بيطلع وطني وراجل طيب والمجرمين اللي معاه شهداء على رأيها ذاك الحزب باهي والناس اللي ماتت وكامل تراب الوطن وحفتر خارج المشهد كلها طول عدو وفاضية واجمعها ما يفرقوش بين دم الشهداء وسيفن أب لكن ولا تحسبن الله غافرا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وبإذن الله حتى في الدنيا فيه أحرار وشرفاء ما يشريهو مش حد بمنصب ولا فلوس وعلى الباغي تدور الدوائر ترجمة نانسي قنقر